خليني أطرح على حضراتكم أو أتكلم مع حضراتكم عن حصاد الفعاليات الثقافية في مهرجان العالمين وقد إيه مهرجان العالمين السنة دي في نسخته التانية قدر إنه يحقق في أيام قليلة جداً المطلوب منه يمكن أكتر وأكتر فيما يتعلق باقي الأنشطة الثقافية والرياضية وكمان الاجتماعية اللي كانت بتقدم فيه الحقيقة المهرجان في نسخته التانية الحقيقة استمتعنا خلال الفترة اللي فاتت بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة اللي نظمته الشركة المتحدة والحقيقة إنه كان مهرجان رائع وتم تنظيمه بشكل مبهر وكان فيه حرص شديد جداً إن فعالياته تكون متنوعة ومش بس متنوعة إنما كمان تناسب كل أفراد الأسرة بكل أعمارهم استمتعنا بالغنى، استمتعنا بالرياضة، استمتعنا كمان بالحضور الكبير للثقافة وكان فيه حضور قوي جداً في هذا المهرجان لا الثقافة يعني مثلاً لو تكلمنا عن أهم الفعاليات الثقافية اللي كانت موجودة في المهرجان في نسخته التانية هنلاقي العديد والعديد من الفعاليات منها مثلاً فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر واللي كان حقيقة عليها إقبال كبير جداً وعكست العش الشديد للفولكلور المصري وللتراث الثقافي المصري كان فيه كمان حرص شديد جداً أنه الفعاليات الثقافية تعكس الهوية المصرية وتراثنا الثقافي المصري والحقيقة أنه العروض دي كان عليها إقبال كبير جداً من جميع الجنسيات مش بس مصريين، إنما كمان كان فيه مصريين وعرب وأجانب شفنا كمان الحقيقة اهتمام شديد جداً موجه للطفل والطفل المصري قد إيه؟ إحنا كنا مهتمين إن إحنا نشوف له الاهتمام ده الحقيقة إنه كان فيه اكتشاف للمواهب تشجيع على الإبداع وده كان من خلال إطلاق مهرجان نبتة للأطفال برئاسة الفنان أحمد أمين تضمن حفل الافتتاح طبعاً المهرجان تحية وتقدير كبير جداً من الأسماء الكبيرة اللي قدمت أعمال مهمة جداً للأطفال في تاريخهم الفني والإعلامي بشكل عام زي مثلاً الفنان سامير غانم زي الفنان محمد فوزي زي الإعلامية الكبيرة ماما نجوة كان فيه كمان رسالة مهمة جداً من مهرجان نبتة للأطفال إنهم يتمسكوا باللغة المصرية وإحنا كنا طول الوقت بالنادي بالموضوع ده وتراثنا المصري وتاريخنا المصري تم كمان إهداء هذه الدورة الحقيقة من مهرجان نبتة للشاعر الكبير شوقي حجاب كمان من الفعاليات الثقافية المهمة في مهرجان العالمين المكتبات المتنقلة اللي كان لها دور كبير جداً إنها بتهدف للذهاب للقارئ وللقراء في أماكنهم كمان افتتحت وزارة الثقافة خلال فعاليات مهرجان العالمين عدد من الورش المتنوعة اللي استفادوا الزوار واستفادوا المصيفين واستفادوا كل اللي كانوا موجودين في المهرجان منها بشكل كبير جداً أبرزها الحرف اليدوية مثلاً والتراثية والحقيقة أنه كان فيه مجهود ضقم ومجهود جبار ومجهود كبير جداً من جانب الشركة المتحدة وعدد كبير من القطاعات والوزارات اللي في الدولة علشان نقدر نطلع المهرجان بالشكل المشرف اللي كان عليه في نسخته التانية ويحقق الهدف منه الممتع والثقافي والاجتماعي والفني وكمان على كل المستويات الرياضية اللي كانت بتتقدم الحقيقة في المهرجان والحقيقة مجاح كبير جداً